هذا وتلتهم الميليشيات الحوثية المؤسسة تلوى الأخرى بهدف السيطرة على أكبر قدر ممكن من أموال اليمن لتستخدمها في مجهودها الحربي وتحرم منها اليمنيين في آخر حلقات استحواذ الميليشيات الحوثية على مصادر الأموال في اليمن امتدت أيادها إلى شركة كامران للصناعة والاستثمار التي تحتكر تسويق التبغي في البلاد بعد أن أصدر رئيس ما تطلق عليه الميليشيات المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد قرارا بتعين اسم جديد الرئيس لمجلس إدارتها بدلا عن رئيسها السابق الموالي للرئيس الراحل علي عبدالله صالح الشركة المذكورة ترفض الخزينة العامة ببلائين الريالات سنويا تدرها عليها العائدات والرسوم المتحصلة من بيع منتجاتها وبحسب مصدر في الشركة بلغ صاف ما وردته الشركة لخزينة الدولة في 2015 أكثر من 53 مليون دولار ستحول مستقبلا إلى تمويل المجهود الحربي للميليشيات وتنتج الشركة خمسة أصناف من السجائر لتغطية حاجيات السوق المحلية تبلغ حصة الحكومة من رأس مالها البالغ سبعة بلايين ريال نحو 28% فيما تبلغ حصة الشركة البريطانية الأمريكية للتبخ 25% مقابل نحو 13% للبنك اليمني للإنشاء والتعمير ويبقى أكثر من 33% للاكتتاب العام وفور أحكام الميليشيات سيطرتها على الشركة أصدر فرع البنك المركزي تعميما إلى المصارف باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الحسابات الخاصة بهذه الشركة وخمس شركات أخرى حكومية بينها الخطوط الجوية اليمنية ويمن موبايل وميون للصناعة المحدودة ومأرب اليمنية للتأمين وأساس العقارية المحدودة بالاستناد إلى مذكرة وزير المال لدى حكومة الانقلاب يمنى جلاسي العربية